لو سألت حضرتك تاني الحقيقة أنا برده يعني بدوره بلف في هذا الموضوع ما الذي يصنع التقدم في الدولة؟ خلينا نقول التعليم رئيسي جدا إحنا تجربتنا في مصر في الحقيقة بتقول إنه التعليم رئيسي جدا النهضة الكبرى اللي حققتها مصر يعني من أول القرن 19 كانت معتمدة بداية على التعليم؟ كانت معتمدة بالتأكيد على التعليم صحيح محمد علي باشا بابن جيش وهو ده كان الهدف المباشر لك إنه اكتشف إنه عشان يبني جيش حديث قوي زي الجيوش بتاعة الأوروبيين اللي هي اتفرج عليها وشافها وشاف الحاملة الفرنسية وحارب الفرنسيين أنت محتاج جندي وضابط غير الضابط المملوكي أو العسكري العادي محتاج حد متعلم فابتدى يخلق مدارس تخرج له زباط وتخرج له إداريين يديروا كل هذه المؤسسة فأنت بتعمل مدرسة عليا للطب البيطاري لإنه الجيش فيه بغال وحصنا عايزة تتعالج بتعمل مستشفى للطب لإنه العساكر دول لو راحوا ميدان القتال ووعيه هناك فتحولوا إلى عبء عليك وتكلفة فأنت محتاج حد يعالجهم فابتدت حوالين هذا الجيش تخلق مؤسسات التعليم الحديث وانتشر هؤلاء المتعلمين في كل أنحاء الدولة وكل أنحاء المجتمع عملوا عملت تحول كبرى في الدولة المصرية من دولة متخلفة يعني ما بتسهمش بأي عمل إنفاش لها دور تنموي من أي نوع إلى دولة بتنشر التعليم بتنشر المعرفة بقى فيه بتطبع جريدة وتوزحها والناس تقراها وهكذا يعني تلك تجربة مصرية بحتة دي أهم علامة في الخبرة المصرية هو التعليم يعني كيف بدأت النهضة في هذا القرن بدأت بالتعليم بالضبط كده وانت هل هذه المقولة مزالت سرية؟ يعني هل ممكن نستخدمها حاليا؟ أنا متأكد إنها مزالت سرية وإنه واحدة من مشكلتنا هو إنه إن إحنا لم ننجح في إبقاء التعليم في المكانة الريادية مكانة الإنتاج المتعلمين الجيدين مكانة إنتاج المكون الحديث القيادي في المجتمع وأصبح التعليم أداة لتخريج حملي شهادات هم أقرب للموظفين هم أقل قدرة على الإبداع هم أقل قدرة على اللعب دور فعال وحيوي في المجتمع فتحولنا من إنتاج متعلمين مثقفين إلى إنتاج حملت شهادات موظفين بحيثين عن وظائف كل ما ده حصل عندنا بدرجة أكبر كل ما فقد التعليم قدرته على إنه ينقلنا للأمام لإنه ما عنش بينتج العدد الكافي من الناس يعني إذا أنت بتتذكر مصر القرن 19 فأنت بتحكي عن أسماء هم خريجي نظام التعليم الحديث بتحكي عن علي مبارك باشا بتحكي عن رفاعة تحتوي بتحكي عن دكتور علي إبراهيم بتحكي عن أسماء لم تكن لتوجد لو لا نظام التعليم الحديث أنت في مصر المئة مليون لابد أن يكون عندك مئات الألاف من هذه النمازج اللي تتخرج من نظام التعليم بتاعك علشان كل واحد فيهم يتحول إلى منارة فكرية منارة إدارة إلى مصدر لإلهام آخرين يقود المجتمع كله للأمام إذا عجزنا عن ده إذا نظامنا التعليمي كف عن تخريج هذه الطليعة هذه العقول المصرية والعقول المتطورة بالتأكيد المجتمع كله هيتراجع مع ده ومن سيقوم بالنهضة يعني حضرتك دلوقتي الحقيقة برضو بتبالور شيء مهم هو أنه البداية بداية النهضة ليس في مصر وحدها كنموذج فريد لكن في كل دول العالم تبدأ بالتعلم أو بالتعليم ده صحيح لأنه مرة تانية أنت محتاج تغير في المجتمع تغير في قيم المجتمع تغير في نوع المعارف الموجودة في المجتمع لأنه المعارف الحديثة إذا كانت المعارف الحديثة في الغرب نشأت في المجتمع بشكل تلقائي من غير تدخل دولة أو سلطة أو تدخل خارجي في بلدنا أنت محتاج هذا التدخل وتدخل محتاج أدوات التعليم هو الأداة الأداة الرئيسية لإحداث هذا التحول وهي المسألة ببساطة إذا كنا بنحكي عن أن التعليم في بلدنا في مرحلة ما كان ناجح في أنه يعمل ده وربما في مراحل لاحقة أصبح أقل نجاحا في ده هو الفارق باختصار في أنه إذا التعليم هو عبارة عن مؤسسة مكينة بتدخل فيها مواد خام وبتخرج منها منتج بتدخل فيها أبناء الفلاحين وأبناء العمال والفقراء أي أن كانت طبقات الاجتماعية اللي يجي منها وبتخرج منها طبقة وسطة حديثة متعلمة مستنيرة متفتحة إذا المكينة دي أصبها العطب فستقف عن تخريج نفس المنتج سيصبها العطب لأسباب ممكن لأسباب كثيرة أو سيصبها العطب لأن أنت بتجبرها على أنها بدل ما بتعمل بروسسينج أو تشغيل لمية تلميذ بقوم ألف وبقوم عشر تلاف لكن بنفس الإمكانيات فبيتخرج تلميذ ما هماش بنفس الجودة المتخرج من سنوات سابقة فعلينا أن نفعل شيء ما في موضوع التعليم ده موضوع التعليم في مصر بحيث أنه يعود إلى على أساس أنه هو بالفعل هو بداية النهضة الحقيقية لابد أن يكون يعني إرتكاز على فكرة التعليم وبتزاد في بلاد كسيفة السكان